شكرا مع بعض ونستكمل العرب بتاعت دي هدلوقتي الحجرة بتاعته هو عايش وبيتحرك ازاي المرض التالت اللي ممكن يصيبه اللي هو السل السل بيعتبر من الامراض المعدية اللي بتصيب طيور الزينة ودايما يصحبها اسهال او سعال اذا كانت الاصابة في الجهاز الهضمي اذا كانت الاصابة في الجهاز تنافسي بيبقى فيه سعال اذا كانت الاصابة في الجهاز الهضمي بيبقى فيه اسهال وبيفقد الطائر حيويته وبيفقد نشاطه وبعدين الطائر او العصهور بيصاب بايه دايما فقدان شهية وبعد فقدان شهية الهزال والخمول طيب ومن اعراض الفقدان الشهية والهزال والخمول يحصل ايه ان عظام الصدر بتاعته نتيجة ضعف المفرط فيها بتبقى اللحمة بتاعتها قليلة جدا اللحمة المحيطة حواليها بالقفة الصدر بتبقى قليلة والطائر بيبقى في غاية الهزال وغاية الخمول الاسباب دايما بنقول دايما الاسباب لو انتوا رجعتوها كلها اللي احنا عادي نحكي عليها في كل الحيوانات وفي كل حاجة هتلاقيها اساسها هيجين ومنجمنت يعني ايه نظافة وإدارة يبقى من اسباب اهمال في نظافة القفص عدم تنظيف القفص من الفضلات والقذرات اللي بتكون مجال خصب للمو الجرسي اللي بتتنقل بعد كده بين الطيور يؤدي عدم تغيير المية الشرب والفضلات اللي بتنزل فيها الى الاصابة بهذا المرض بينتقل برضو ببوسط البراز المحتوي على حاجات من بكتيريا السل ما عدم من ضمن الحاجات اللي بتحد من انتشار السل دخول الشمس اللي انت عدم دخول الشمس بتزود الجرسيم وتزود القصور عدم التهوية الجيدة بتعتبر برضو من حاجات اللي بتساعد على ايه ظهور المرض يبقى لازم الشمس ولازم التهوية حاجات ضرورية جدا حافظة على صحة المرض الشمس بتساعد على قتل العديد من المكروبات او الجرسيم اللي بتكون داخل الفضلات اللي هي ايه بيعملها العصفو فعشان كده ينصح دائما بتعرض طيور لاشاعة الشمس وتكون الفضل بتاعتها واقية في مكان سهية بجايد التهوية والشمس دخلاله بطريقة طبيعية العلاج قولوا انتو العلاج العلاج هو ايه نظافة وقاية تنظيف القفص جيد خاصة اوان الشرب واوان الطعام اعطاء الطائر بعض المضادات الحيوية اي مضادة حيوية تروح للطبيب البطري تقول له انا عايز عندي مشكلة هيختار لك المضادة الحيوية المناسب له كمان في الحالات اللي زي دي ارفع منعته ارفع منعته بايه زي ما اعني بقول ارفع منعت الحيوانات بتاعتنا برفعات المناعة هنا عصر اللي بيض عندنا برضو حتى في بلاد مين بندل عصر اللي بيض لنا لما يكون المناعة البردة عندنا جديد او مشاكل بناخد اي مرضو هديدي العصر اللي بيض هديدي الخضار الجيد هديدي حاجات محتوية على الكلسوم وخلي بالك لازم تعزل الطائر لتجنب حدوث اي نوع من انواع العدوى للطيور المجور ده المرض التالت اللي ممكن ييجي للطيور المنزلية او طيور الزينة اللي هي